طيب هنبدأ ان شاء الله او التحليل الخاصة بكيمياء الكبد في المحاضرة دي انا هعرض كل كمبوننت من كمبوننت بتاعت التحليل الخاص بالكبد وهنتكلم عن الاسسمنت بتاعت كل كمبوننت منه وكل كمبوننت يعبر عن ايه او يعبر عن ايه تمام وازاي اتعامل مع ابنورمالتي اللي موجودة وكمان مش بس اتعامل ازاي لا ده انا ايه الحاجة الكويري اللي انا هشك فيها تمام يعني مثلا لقيت حاجة ابنورمال في الليفر كيميستري هشك في حاجة معينة الحاجة دي هتبقى كويري لحد ما تأكد منها تمام فمبدائيا كده الليفر كيميستري بيبقى داخلها والألانين والأسبرتيت اللي هو والألقالين والألقالين دول اسموهم ماركر اوف ليفر انجري ماركر اوف ليفر انجري عشان كده لازم اقول عليهم مش وظائف كبد منفعش اقول وظائف كبد بقول لا كيمياء الكبد القلب يمنول بلوروبين دو اسموهم ماركر اوف هباتو سيلولار فانكشن ماركر اوف هباتو سيلولار فانكشن تمام فبالتالي اه لو انا عايز احدد وظيفة الكبد شغالة ولا لا بجيب شوية كمبوننت من التحليل بتاع الكبد وبجيب عليه كمبوننت خارجي عشان احدد الوظيفة تمام باختصار كده قدامي انا تحليل ليفر كيميستري بلوروبين توتال ودايركت توتال بروتين البيومين البيومين جلوبيون ريشيو الاسبرتيت والألانين والألقالين فوسفاتيز اللي قدامي دي اسمها ليفر كيميستري مش وظائف كبد اسمها ليفر كيميستري تمام هطلع من الليفر كيميستري ماركرز اسمهم الماركر اوف ليفر انجري وهم البلوروبين والانزايمز اسبرتيت ترانس امينيز والألانين ترانس امينيز والألقالين فوسفاتيز تمام ده بالنسبة للماركر اوف ليفر انجري لو انا عايز اعرف بقى وظيفة الكبد ماشية ازاي هدور على الماركر اوف هباتو سيليولر فانكشن اللي هما علامات او المحددات بتاعت وظيفة خلايا الكبد فهتكون التوتال بلوروبين والألبيومن دولة بشوفهم في الليفر كيميستري وحاجة تالتة بجيبها من تحليل تاني اخدناه في محاضرة الكواجوليشن تاست اللي هو البروثرومبين تايم تمام فالتلات حاجات دولة هما الماركر اوف هباتو سيليولر فانكشن وضحت لو وضحت نكتب واحد طيب زي ما قلنا الليفر كيميستري فيها الألانين والأسبرتيت ترانس امينيزيس والألقانين فوسفاتيز والبلوروبين دولة بقول عليهم ماركر اوف ليفر انجري مش ليفر فانكشن ماركر اوف انجري عشان كده لما سميهم اقول عليهم ليفر كيميستري او ليفر تيست الالبيمون والبلوروبين في الليفر كيميستري والبروثرومبين تايم من تحليل الكواجوليشن التلاتة دولة بقول عليهم ماركر اوف هباتو سيليولر فانكشن تمام ودولة بيتأثروا بعوامل خارجية واضحت لو واضحت نكتب واحد طيب لما اجي نعمل الميجرمنتس للألانين والأسبرتيت والألقانين فوسفاتيز واقسهم دولة هايلي روب روديوسابل يعني هايلي روب روديوسابل يعني انا لو قست الشخص حالته الصحية تمام وهلثي هلاقي عنده مستوى الانزيمات زي شخصي تاني هلثي يعني ورحت قست الواحد في امريكا هلاقي نفس الرينج روب روديوسابل يعني بتطلع نفس النتائج مع اشخاص شبهين تمام انا قست الواحد كويس لو رحت قست الواحد كويس تاني في دولة تانية هلاقي نفس النتائج اللي طالع معايا كلمة روب روديوسابل يعني نفس النتائج تكرر تمام طيب ارتفاع الاسبرتيت والالانين والالكالينفوسفاتيز والبيلوروبن ده معناه يعني اصابة في خلايا الكبد عشان كده انا محتاج للليفر كيمستري بعدها لو لقيت الكلام ده طيب في الليفر كيمستري انا عندي محددات للانجري عندي بيلوروبن واسبرتيت والانين والكالينفوسفاتيز اكتر حاجة سبيسيفك للليفر في الانزيمز الالتي تمام? الالتي والالتي الاتنين ماركر اوف ليفر انجري بس الالتي مور سبيسيفك للليفر مور سبيسيفك للليفر يعني ممكن الالتي الواحده يعلى وما تبقاش المشكلة في الليفر تبقى المشكلة في كيلة في معصيلز تمام? انما الالتي لو ارتفع او بيقى ابنه ارمال يبقى ايه? يبقى معنا كده ان المشكلة هنا في الليفر الالكالاين فوسفاتيس بقى لما يعلى محتاج confirmation بتيست تاني اسمه جاما جلوتوميل ترانسفريز تمام ده كانت زي مقدمة سريعة عن الليفر كيميستري والتحليلين دولة احنا عرضناهم وتكلمنا فيهم تمام واضح الكلام تمام لازم اول حاجة نعملها ناخد هستوري وفيزيكا تمام طبعا باخد هستوري عشان اشوف لو فيه رسك فاكتور يعني انت لقيت بدل ما تروح تعمل كل التحليل بتاعت نتعمل بها خد هستوري يقول لك والله انا كان عندي و جانت اليه خلاص انت كده عرفت السبب فيرل اه او كرونيك اتش سي في مسلا واحد قال لك والله انا اخدت اه جرعة عالية من اقراص مسكنة وحصل لي مشكلة في الكاب التسمم يبقى الابنورمال ليفر كيميستري هنا بسبب هبات توكسستي تمام فانت اه تعرف من الشخص يقول لك والله يا دكتور انا كنت باشرب اه حاجات مخد اه انه هي خمور تمام الكهول يعني الكهولك فانت كده عرفت مسلا ان التلايف اللي موجود ده الكهولك ليفر ديزيز تمام والله انا كنت لقيت قناة وفي التلفزيون بتقول اعشاب بالدوي كذا وكذا خد الاعشاب دي هب جلو جندس بعدها والانزايم زرافعت فانت عرفت هنا ان ده سببه ايه هبات توكسستي فانت هنا اه لازم ان بتعمل فيزيكال اه عفوا ان تاخد هستوري عشان تقدر تشوف لو فيه بوسبور ريسك فاكتور بعد كده الفيزيشن بيعمل فيزيكال ايجزامينيشن عشان يعمل اسيستمنت الانستجماتة بتاعت الكرونيك ليفر ديزيز يعني ايه المريض اللي عنده كرونيك ليفر ديزيز بيبقى ليه شكل معين فيه اعضاء في البطن بتبين بالبلبتيشن فيه شكل معين وفور ما بياخدها مريض الكابت بيبقى باين على شكله تمام وفيه ساينز وسيمتومز اه واعراض بتبين ان فيه ليفر ديزيز تمام ده كان كلام عام احنا لسه مازلنا برضو بنتكلم في الكلام العام مدخلناش على الكلام الاسبيسيفيك طيب لما نتكلم على الترولي نورمال ليفر كيميستري تيست الترولي نورمال ليفر كيميستري تيست التحليل بتاعت اه الليفر كيميستري احنا عارفنا النورمال رينج منين وليه حكمنا ان ده هو النورمال رينج وتلاقي معمل مثلا يقولك التحليل ده النورمال رينج مثلا لحد خمسة وثلاثين الايه اللي تيه مثلا وفي معمل تاني يقولك لحد خمسة واربعين الاختلاف ده معناه ايه النورمال رينج بتاع الانزايمز او بتاع ليفر كيميستري او بتاع تحليل معين بيبقى مبني على دراسات كتيرة جدا 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 بتبقى جبت واشتغلت على ناس وبتشوف الناس دي ما يكونش عندها ريسك فاكتور اوف ليفر ديزيز يعني من الاخر ما عندهش اي مشكلة في الكابت فلما بصينا على الالتي لاناة بيتراوح من 29 ل33 انترناشنال يونت بيرليتر في كل الميلز اللي اختبرناه والاناة بيتراوح من 29 ل25 من 19 ل25 انترناشنال يونت بيرليتر في الفيميلز اللي هم هيلثي وما عندهمش اي ايدنتفايبول ريسك فاكتور اوف ليفر ديزيز تمام فعشان كده هناخد دولة كنورمال رينج واي ليفل اعلى من كده ده محتاج اسس منت الفيزيشن لانه في الحالة دي هيبقى فيه مشكلة في الليفر الالتي والاست اعلى من الابر ليمت اوف نورمال وما يكونش عندهم ريسك فاكتور تمام لليفر ديزيز او لسه مش عارفين الريسك فاكتور ده ممكن يعلي المرتالتي ليه لان في الحالة دي معناها ان فيه مشكلة في الليفر ارتفاع الانزيمز بتاعت الليفر من غير ما يكون فيه ريسك فاكتور انا عارفه ده معناه ان ده هيزود المرتالتي لان الشخص كده فيه خطر محدق بيه وانا مش عارفه لازم اعمل له اسسمنت طيب عمتا اه قال لك النورمال اي 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 او النورمال انزيمز عمتا وانا هتكلم على عشان حجز بسفق للليفر ودي ملحوظة مهمة جدا جدا النورمال اي 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 ده ليس معناه ان ما فيش سجنيفكنت يعني ايه يعني مش معناه ان يبقى كده المريض الكبت بتاعه سليم ده معناه ايه حد شطر يقول لي ده ليه ليه ممكن يبقى نورمال وده مش معناه ان الكبت سليم يعني ممكن يبقى نورمال بالرغم موجود ليفر ديزيز اي ممكن لان الالتي مش بيعبر لك عن وظيفة الالتي بيعبر لك عن انجري فممكن الواحد يدخل في اكيوت هباطايتس ويحصل تلايف كبدي وحصلت اصابة مش شرط كومبنساتري دكتورة شايماء حصلت انجري في خلايا الكبت فالاكيوت انسلت او السبب اللي مسبب اكيوت ليفر او اكيوت هباطايتس راح فالمريض حلته بقت كرونيك مزمنة بس مفيش انجري حصلة بس لسه في كرونيك ديزيز عشان كده تلاقي الالتي مش عالي هو الفكرة في ايه الالتي بيحصل من بيطلع من الخلايا المتكسرة او تمام في الاكيوت هباطايتس او الاكيوت انجري بيبقى فيه دامج دي سيل كتيرة فالالالتي يعلى قوي بعد ما بيروح الانسلت او الانجري دي تمام الالتي مستواب يرجع للطبيعي بس الكبد مش معناه ان هو سليم يعني مسلا مريض الكبد في الحالة المتأخرة بالله الانزايمز بتاعته الايه الالتي طبيعي مش عشان هو كويس عشان خلايا الكبد كلها تدمرت ما عندهاش ايه اللتي تطلعه واضحت لو واضحت نكتب رقم واحد طيب اعلى من الفيميلز ده في النورمال تمام الايه الالتي دول بيختلفوا من معمل لمعمل زي ما قلنا بيبقى احيانا خمسة وتلاتين واحيانا ربعين او اتنين واربعين ده الابر ليمت اوف نورمال واضحت النقطة بتاعت الايه لو واضحت نكتب واحد طيب احنا قلنا ان النورمال رينج بتاع الايه والاسي تي احنا عايزين نجيب الحد الاقصى للنورمال اللي هو الابر ليمت اوف نورمال اللي هو طرام الشخص ما تعدهوش يبقى الشخص نورمال جبنا دي بناء على فده الجدول ده عبارة عن سامري اللي قالت على بتاع الايه والايه ستين دراسة بتاعت قالت ان الايه اربعين تمام ده في الميل واربعين في الفيميل الابر ليمت اوف نورمال البيتون استادي قالت ان هو اتنين واربعين لو الباضي ماس اندكس اقال من او يسوي تراتة وعشرين وستة وستين لو الباضي ماس اندكس اكتر من تراتة وعشرين ده الابر ليمت اوف نورمال في الناس اللي اشتغلنا عليهم وكانت في الدراسة دي اللي هي البيتون استادي كان الابر ليمت اوف نورمال في الفيميل واحد وتلاتين لو كانت الفيميل الباضي ماس اندكس اقل من تلاتة وعشرين انما لو الباضي ماس اندكس اعلى يعني الناس هتلاقي الايه اللي تي اعلى تمام وهكزا دراسة اسمها اه كانت تلاتين في الميل وتسعتاشر في الفيميل اللي هي استادي تلاتة وتلاتين وخمسة وعشرين في الفيميل تمام وهكزا ده بالنسبة لآآ بس كان في بعض الملحوظات يعني اول قال لك آآ جندر نوت سبيسيفايد نوت درايفت فروم داتا تمام الدراسة بتاعت مسلا آآ آآ كان كل الناس اللي عملنا عليهم كانت يعني من الاخر ما فيش اي انسلت ولا مشكلة على فمعنى اللي هي اللي تي طلعت قيمتها كده يبقى دي تمام واضحة لو واضحة نكتب واحد طيب احنا قلنا ارتفاع الايه اللي تي ولي ايه بدون سبب مفسر ده بيعلم مرتلتي ليه لان الشخص هنا في مشكلة عند الكابت فالكابت ممكن يافشل في اي لحظة تمام ممكن يبقى فيه انا مش عارفه لحد يوصل بالمريض لفشل كابة دي فده الليفلات بتاع الايه اس تي والايه اللي تي اللي هي ريليتد المورتاليتي تمام علاقتهم بالمورتاليتي ده القط اوف ليفل يعني من الاخر بيقولك الايه اللي تي الايه اس تي اه في مسلا في دراسة اسمها آآ ارن ديت استادي كان الايه اس تي طمانتاشر او اعلى من طمانتاشر ده بيعلي المورتاليتي تلاح ضعاف تمام في كيم اسطادي قال لك ان ليه اللي تيم من تلاتين لتسعين تمام ده بيزود لك المورتاليتي ولو زاد عن كده او من تلاتين عفوا لتسعة وتلاتين وهكذا كل اسطادي بتقول لك امتى نبدأ يزيد الرزق بتاع المورتاليتي من امتى من انهي ليفل من انهي بوينت تمام الكلام ده الكلام يعني انا جايبه للاستزادة للاستزادة هنبدأ ندخل في الجد تمام احنا اول حاجة هناخدها في الليفر كيمستيري تمام بعد كده هندخل على على الالكالين فوسفاتيز بعد الالكالين فوسفاتيز هناخد تمام وبقى ما اني انا بعمل اسسمنت للليفر كيمستري والتحاليل خاصة بامراض الكابت يبقى انا عايزة اسسمنت للامراض نفسها طيب الالتي والالستي اسباب ارتفاعهم او اسباب الاليفيشن او الابنورمال ليفل بتاعت الاتنين قد يكون السبب بتاع الاليفيشن هباتيك او نون هباتيك ولم يكون السبب هباتيك ممكن الاقي الاي استي اعلى من الالتي في الارتفاع او الالتي اعلى من والاسي تي كل واحدة فيهم ديها اسباب فلما يكون الاسباب هباتيك ويكون الاست اعلى من الالتي ممكن يكون السبب الالكالياليور nightmare disease او filho j Josh save من اى سبب او institutions بسبب ايه بسبب ان امداد الدم لليفر قليل ده بسبب مثلا البورتالفين ثرومبوزيس تغلط في الوريد الباب الكبدي فمانع الدم عن الكبد او نفس الفكرة احتقان في الاوعية الدموية اللي راح للكبد بسبب انسداد في الشريان اللي بيغزي الكبد تمام اكيوت بات كاياري سندروم ايه هي البات كاياري سندروم زي ما قلنا لما بيحصل تغلط في الوريد الباب الكبدي ده بيقلل امداد الدم عن الكبد فيحصل كونجستف هباتوباثي احتقان في الكبد فيحصل اسكيميك هباتايتوس يعني التهاب كبدي بسبب الانسداد يؤدي الى تلايف كبدي تلايف كبدي مع الوقت فشل كبدي غيبوبة كبدية دولي مريء وهكذا المتلازمة دي كلها دي بنسميها بات كاياري سندروم اللي هي النتيجة عن ايه؟ عن تغلط في الوريد الباب الكبدي تمام؟ لو فيه هيباتيك ارتري دامتش او ثرومبوزيس او اكلوجين يعني من الاخر هنلاقي اني لما يكون هيباتيك اليفيشن من الاس تي والتي ويكون الاس تي اعلى من الالتي معظم المشاكل بتكون يا اما الكوهاليك ليفر ديزيس يا اما فاسكولر ليفر ديزيس فاسكولر ليفر ديزيس تمام؟ فاسكولر ليفر ديزيس او نقطة مهمة جدا التوتال بارينتر النيتريشن بتعمل هيباتيك اليفيشن لالي اس تي والالتي بسبب تي بي ان وتعالي الاس تي اكتر من الالتي عايز اقول ملحوظة مهمة بس قبل ما اقولها عايز اعرف الكلام اللي فات ده واضح لو واضح نكتب واحد طيب دلوقتي انا لو عايز اقسم امراض الكابت الاي مشكلة بتصيب الكابت بتعمل وانجري في الكابت تمام؟ مشاكل الكابت بتيجي بشكل انفلاميشن فالانفلاميشن ده في الكابت بسميه هيباتيتس فالهيباتيتس قد يكون اكيوت او كرونيك تمام؟ عندي ديزيس كتيرة قد تصيب الليفر الحاجات دي يا اما تعمل اكيوت هباتيتس يا اما كرونيك هباتيتس تمام؟ الاكيوت هباتيتس يا اما يحصل له منه ريمشن يعني شفاء يا اما الاكيوت يقلب فالمنيتنج فيحصل فشل كابدي الفالمنانت هباتيتس يقلب لليفرس الفيلير فشل كابدي يؤدي الى غيبوبة كابدية علامة من علامة الفشل الكابدي ده بالنسبة للمصاري الاكيوت المصاري الكرونيك اللي هو المزمن يؤدي الى تلايف التلايف بعد وقت بيعمل زيادة الضغط الوريدي البابي فينتج عنه استسقائه والتلايف برضو ينتج عنه ناقص الابيومين وزيادة الضغط الوريدي البابي الكابدي هنلاقى ان الابيومين بيشتغل للدرنش بها السوايل خارج الاوعية الدموية فيحصل ايديمة ويحصل استسقاء وزيادة الضغط الوريدي البابي اللي هو البرتالهايبورتينشن ده بيشتغل فتتجمع المياه في تجويه البطن ده الاستسقاء بنلاقي كمان من البرتال هايبرتينشان بيحصل احتقان في الاسبيلانيك سيركيوليشن والطحال والاسبيلين فيحصل اسبيلينو ميجالي ورى الاسبيلين كان فيه أوعية دموية زمان اياما كان الانسان ده جنين كانت شغالة دي حوالين المريق لما الانسان بيتولد بيحصل لها كل لابس وتقفل بترجع تفتح تاني بسبب البرتال هايبرتينشان فبتفتح في شكل دوالي حوالين المريق فيحصل اصفجيال فارسز فتنزف فيحصل فارسيال هيمورد بعد فترة من التليف خلال كابت تفشل فيحصل فتحصل غيبوبة كابدية بسبب الفشل الكابدي فالغيبوبة الكابدية في الآخر خالص بسبب زيادة الاستسقة والدرينش بتاع السوال من لوعية الدموية يحصل زي ايه فيحصل نقص في السوال اللي راحة كلا فتحصل دي ملخص لمشاكل الكابد سواء اكيوت او كرونيك فنيجي بقى لامراض الكابد عندنا الفيرل قد يكون هباطايتس اي فيروس هباطايتس بي فيروس هباطايتس سي فيروس اللي هو سيتوميجالوفيروس الفيروسات دي كلها فيه اللي منها بيعمل اكيوت هباطايتس فقط وفيه اللي بيعمل منها اكيوت و كرونيك عندنا الاتشي اي في بيعمل فقط اكيوت فالشخص يا اما يحصل له ريمشان شفاء يا اما يحصل له فال من انتي هباطايتس الاتشي بي في والاتشي سي في الاتنين بيعملوا ايه فيروس بي و سي يا اكيوت يا كرونيك فاللاق الشخص عند فيروس يبقى له عشر سنين يتعب شوية يروح المستشفى يخف يرجع هو كان كرونيك في البيت تعب شوية الانزيمات عالية حصل انجري انجري زيادة فيبقى اكيوت هباطايتس يرجع يخف رجع بقى كرونيك يرجع تاني اكيوت الانزيمات تعالى فحصل اكيوت انتوب اوف كرونيك دي اسمها كده اكيوت انتوب اوف كرونيك يرجع البيت تمام يخف يرجع البيت وهكذا يفضل في دوامة السايتو مجاله فيروس والهيرب السيمبليكس بيعملوا اكيوت هباطايتس ده بالنسبة للفيرل ندخل للنوع التاني في نوع التاني اسمه ايه اسمه الكهوليك ليفر ديزيز ده بيعمل زي فاتي ليفر دهون على الكبد بس الكهوليك فيبقى نان الكهوليك فاتي ليفر ديزيز نان الكهوليك فاتي ليفر ديزيز اللي هو دهون على الكبد بسبب غير الكهول فالنان الكهوليك فاتي ليفر ديزيز دي اسمها ستياتوزيس دهون على الكبد لو حصل منها انفلاميشن بنسميه ستياتو هيباطايتس ستياتو هيباطايتس تمام او نان الكهوليك ستياتو هيباطايتس اللي هو ناش حصل تلايف بنسميها ناش سيروزيس نان الكهوليكستياتو هباتايتس سيروزيس ده بالنسبة لإيه؟ للنان الكهوليك والالكهوليك لفر ديزيز ندخل على النوع اللي بعد كده اللي هو إيه؟ اللي هو الفاسكولر ليفر ديزيزيس الفاسكولر ليفر ديزيزيس بتبقى في شكل بورتالفين ثرومبوزيس تجلط في الوريدي البابي ويتبعه بعد فترة متلازمة بط كياري سندروم تمام؟ في بعد كده الميتابوليك لفر ديزيزيس الميتابوليك لفر ديزيزيس اللي هي زي الولسون ديزيس أو إيه؟ أو الهيريداتري هيمو كروماتوزيس الولسون مشكلة في الكبر في الميتابوليزم فيحصل منها هيباتايتس الهيمو كروماتوزيس مشكلة في الميتابوليزم بتاع الايرن فيحصل منه هيباتايتس تمام؟ وتلايف ومشاكل بقى تمام؟ بعد كده في نوع اسمه ده بيعمل وده بيجي في سن فالجسم يهاجم فالشخص يموت دي تجميعة كلها نانالكوهوليك ميتابوليك اخر حاجة اللي هي مشاكل بتبقى هنا فيها ايه فيها مشاكل في القنوات المرارية فتعلى البلوروبين فتدمر الكابت منها البرايماري بيلياري سيروزيس او برايماري اسكوليروزين كولانجايتس تمام دي عبارة عن سكيمة وتأسيمة كاملة لكل الليفر ديزيزيس اللي تعدي علينا وضحت لو وضحت نكتب واحد تمام ندخل على النقطة التانية اللي هو بتعليقية بس بسبب هيباتيك الاكيوت فيرال هيباطايتس والكرونيك فيرال هيباطايتس والنانالكوهوليك فاتي ليفر ديزيس سواء النانالكوهوليك فاتي ليفر ديزيس كان بس استياتوزيس او كان ناش يعني كان دهون من غير هيباطايتس او كان استياتو هيباطايتس او دهون فيها هيباطايتس حصل معها هيباطايتس التهب اللي بتعمل سوري انا نسيت حاجة من الكوزز بتاعت حاجة اسمها اللي هي بسبب البرسكريبشن ميديكيشن او الهيربال برودكت والسبليمينتس والاوتو سي ايجنس التوكسك هباطايتس الهيمو كروماتوزيس الاوتوميون هباطايتس الويلسون ديزيس الالفا انتترس السيليك ديزيس السيليك ديزيس اللي هي ايه اللي هي حساسية الجلوتين تمام الاكيوت بايل داكتو ابستركشن الليفر تروما البوست ليفر سيرجري الفينو اوكلوسيف ديزيس او السينوسويدا يعني انسداد في الفاسكولر ديزيس عمتا انسداد في الاوعية الدموية او انفلتريشن يعني يحصل ميتاستيز من مكان بالسرطان ويروح الكبد الهيلب سندروم الهيلب سندروم دي بتصيب الحامل متلازمة بتصيب الحامل تمام بتأثر على التجلط بتأثر على الكبد الاكيوت فاتي ليفر اوف بريجنانسي الهيلب سندروم بنلاقي البليتلت فيها بتقع تمام الاكيوت فاتي ليفر اوف بريجنانسي السيبسيز وال هيموفيجوسيتك لينفو هستوسيتوزيس دي مشكلة مناعية تمام السبب ان انهيباتك بقى اللي يعالي الايه سيتي والايه لتيه وهنلاقي غالبا الايه سيتي هو اللي بيعلى اكتر اسكلة المصل دامج او الربدوميروسيز او كارديوك مصل دامج ثيرويد ديزيز استرينوس اكسرسايز هيت ستروك اللي هي ضربات الشمس الهيموليسيز اللي هي تكسر فقرات الدم الحمراء والادرينال انسوفيشنسي تمام ده بالنسبة للاسباب طيب فيه ابروتش طريقة ان انا اعمل تقييم للارتفاع بتاع الايه سيتي والايه لتي يعني تقسيمة فالارتفاع بيبدأ من اول يعني مرتفع حاجة بسيطة لحد يعني بيبقى اقل من ضعفين والماسف يوصل لحد قيمة عشر تلاف في كلاهما طب ايه فايدة ان انا اعمل تقسيمة للليفل بتاعت لان كل نوع من ده هيخلي تفكيري يتوجه للشك في سبب معين يعني لو الاليفيشن بتاع الايه سيتي والايه لتي مرتفع بوردر لاين يستحيل ان اشك في فيروس ايه صاب الكبد مستحيل تمام اشك مثلا في فاتي ليفر اشك مثلا في كرونيك ديزيز ايه كرونيك هيبوتايتس انها مستحيل اشك في اكيوت تمام ده مثال واضحة طيب اول حاجة البوردر لاين الاليفيشن الايه سيتي بيبقى عالي ومعالي اللتي تمام يعني واحد منهم يرتفع او كلاهما ده او ده او الاتنين مع بعض بيبقوا مرتفعين اقل من الاتنين في الابر ليمت اوف نورمال يعني بص في الرينج الريفرانس رينج شوف اعلى قيمة في الريفرانس رينج او النورمال رينج واضرف في اتنين لو لقيت الارتفاع اقل من ضعفين من اتنين في النورمال او الابر ليمت اوف نورمال اللي هو الحد الاقصى للنورمال ده اسمه بوردر لاين المايلد الاليفيشن لو الاليفيشن اتنين في خمسة في الابر ليمت اوف نورمال اتنين لخمسة اضعاف الابر ليمت اوف نورمال المدرة الاليفيشن بيبقى من خمسة لخمستاشر ضعف الابر ليمت اف نورمل. السيفير اكتر من خمستاشر ضعف. الماسف بقى مش بقى مش بقى اضعاف لا انا بقول قيمة. الماسف بتلاقي ليه ستي او ليه اللي تيه اكتر من عشر تلاف انترناشنال يونت بيرميلي. وهنشوف تحليل بالشكل ده. طيب. تحليل زي ده. الاس تيه هنا ربعمية خمسة وعشرين. والابر لمت اف نورمل تمانية وتلاتين. احنا ممكن نعمل معادلة بسيطة. هنعمل ايه? هنقسم الربعمية خمسة وعشرين على التمانية وتلاتين. هنلاها كام؟ هنلاها 11 و 1 من 10. يبقى هنا كام؟ جاي في المودرة من 5 إلى 15 هو 11. يبقى جاي في المودرة. يبقى انا هشك في الحاجات او في الامراض اللي بتسبب مودرة وهكذا. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. تمام? هناخد حاجة اسمها الفالمنانت هيباتيك فيلير او اكيوت ليفر فيلير. الفالمنانت هيباتيك فيلير احنا قلنا وعرفتها ان بعد الاكيوت ليفر فيلير المريض يدخل في فالمنانت. ده عبارة عن رابد ديفولوبمنت او اكيوت ليفر انجري يعني حدوث سريع لليفر انجري بيبقى مصحوبة بسيفير امبيرمنت للسيستيك فانكشن بتاعت الليفر. يعني والوظيفة بتاعت الكبد كمصنع لعوامل التجلط والقلب منومة وحاجات تانية الوظيفة دي بتوعاق او تتوقف. بتظهر في ايه الديس فانكشن دي? ان نلاقي البروثرومبن تايم برولونجد ارتفع قوي. وحصلت هيباتيك انسفالوباسي غيبوبة كبدية. ده كله بيحصل بدون سبب واضح يستدعي انك انت تروح المستشفى. يعني لو لقيت فجأة المريض. الوظيفة الكبد الزبات الكبد عيلي تقوي والبروثرومبن طايم عيلي بقى اكتر من تسعين. بيظهر في التحليل من احداشر لاربعتاشر. مش بيبقى خمستاشر ولا تمنتاشر ولا عشرين. لا بيبقى بقى علامة اكتر من تسعين. ده معنى ان مش عارفين ليسوا. تمام? في الحالة دي بنقول عليها فشل كبدي متفاقم. تمام? الشخص ده بنقول عليه ما كانش عنده قبل كده استدعى ان احنا نقيم حالته الا بس كان الليلتي اللي مرتفع عنده ما كانش فيه حاجة تانية. يعني نسأل على المريض لا والله هو ما اشتاكش قبل كده من الكبد كان بس الليلتي على حاجة بسيطة. هو بس كده فجأة دخل في في المشكلة دي ده الفال من انتهيباتك فاليور. تمام? طيب قبل ما ناخد تقييم الارتفاعة والمالد والمودرت والسيفير والماسف هناخد تأسيمة او بتاع بتاع يعني ايه? يعني انواع يعني ايه انواع يا دكتور? والانجري بتاعة الليفر قد تكون بسبب اا حاجة عملت رفعت انضايم او انجري رفعت بيلوروفون او انجري رفعت لكن مع بعض او انجري رفعت بيلوروبن بس صح? احنا قولنا المركة راق apart in India الكالين في الفوفيتيزة وبيلوروبن ونظايمز تمام? فممكن حاجة ترفع بيلوروبن او حاجة ترفع انضايمز او حاجة ترفعهم مع بعض. تمام? فالهيبة دي بنعرفها ان بيحصل اه ارتفاع في الالت مقارنة بالالكالينفوسفاتيز يعني اكاد يكون الالكالينفوسفاتيز نورمال والالت ضربين في السماء. تمام? يعني لو بصينا في التحليل ده. لا ده عكس هنشوف تحليل تاني. التحليل ده لو نبص فيه هنلاقي ليه ستي هنا عالية كم ضعف? عالية تلات اضعفه. وليه اللي تيه? عالية حاجة بسيطة. الالكالينفوسفاتيز طبيعي. يبقى ده نوع الانجر هنا ايه? هباتو سيليور. يعني ارتفاع بدون تناسب. يعني ايه? يعني اه الالكالينفوسفاتيز ما بيعلاش معهم. لا يتناسب معهم في الارتفاع. يعني ما فيش تناسب بينهم. تمام? ده اسمها الالكالينفوسفاتيز الكلستاتيك انجري. بيبقى ارتفاع في الالكالينفوسفاتيز لفل مقارنة بل E ST. معناها انجري في الكابت بسبب مشكلة في ما جاري القنوات المررية او في القنوات المررية. لو حصل انسي دات في القنوات المررية الالكالينفوسفاتيز بيضعه فوق خالص. في الحالة دي بنسميها الكلستاتيك انجري. ليه؟ لاني لما يتتصدق قنوات المررية تعليل تضرب خلايا الكابت فتعمل فالانجري هنا سببها الاولان ايه? انسوداد القناة المررية. فبيظهر في التحليل ايه? القلايم فوسفاتيز هو اللي عالي. يعني لو بصينا هنا على التحليل ده هنلاقي القلايم فوسفاتيز الطبيعي لحد مية تسعة وعشرين وهو واصل تسعمية واحد واربعين. واللاقي اللي ايه اللي تيه? بس عالي عشر اضعف. انما لقى الكلام فوسفاتيز عالي اكتر. تمام? واضحات? اهو نفس الكلام. نورمال كيمستري. طيب. اوكي. طيب ده بالنسبة للكوليستاتيك انجيرين. الميكسيت باترن بقى ان بيحصل الالتنين. القلايم فوسفاتيز مع الايه ستي وايه اللي تيه. ولو بصينا في التحليل ده. لحظة واحدة. انا عايزة اوريكم التحليل. اهو التلاتة علين مع بعض بس فيه تحليل تاني اوقع. اهو ده. اللي التلاتة علين مع بعض. تمام? ده اسمه الميكسيت باترن. اما بقى الايزوليتد هايبر بيلوروبيناميا. اني يلاقي البيلوروبين بس عالية. والالكالاين فوسفاتيز. والايه ستي واللي تيه نورمل. طيب يا دكتور. انا عايزة اعرف هل هي هباتي سيلولر ولا كوليستاتيك ولا ميكسيت. هباتي سيلولر انجري ولا كوليستاتيك ولا ميكسيت. بالنظر كده ولا فيه حساب? لا فيه طريقة بتحسبها. فورميولا. بتحسب حاجة اسمها الار ريشيو. الار ريشيو بتحسب ازاي? بجيب اللي تيه اللي طلع في التحليل. وبقسمها على الابر ليمت اوف نورمل. تمام? ده في الفوق. في البسط. بعد كده بشد علامة الاسمة وبقسم على. القليم فوسفاتيز قيمتها اللي طلع في التحليل. على ايه? على الابر ليمت اوف نورمل. بتطلع للار ريشيو. لو طلعت الار ريشيو اعلى من خمسة يبقى ديه هباتي سيلولرش. يبقى البسطة عالي قيمته. اللي ايه اللي تقيمتها عالية? لو اقل من اتنين يبقى 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 المقام قيمته اعلى اللي هو الكلام فوسفاتيز. لو من اتنين لخمسة يبقى طب تعالوا نطبق. تحليل زي ده. لأ نجيب التاني. تحليل زي ده. انا عايز اعرف ده. كوليستاتيك ولا ميكسد ولا هباتي سيلولر. تعال نحسبها مع بعض. لو جيبنا لالتي ميتين اتنين وتلاتين على الواحد واربعين. هيسوي كام? خمسة وخمسة وستين من مية. تمام? خمسة وخمسة وستين من مية. طيب. هنجيب الالكلام فوسفاتيز. هنقسم المية واربعة وستين اللي طلعها. عالقبر ليمتوف نورمال على المية وتسعة وعشرين. هتطلع كام? واحد وسبعة وعشرين من مية. تمام? هنقسم خمسة وخمسة وستين من مية على واحد وسبعة وعشرين من مية. هتطلع كام? تطلع اربعة واربعة من عشرة. دي ايه? دي الاتنين. والله اعلم اشك ان الشخص ده عنده. ليه بقى? شخص زي ده عنده تلايف كبدي. والقلبي هو من نزل شوية. تمام? الانزيم زعالية لاني حصل هو كرونيك. الالكلام فوسفاتيز بيعلى في حالة بتاع القنوات المرارية فلما حصل انسدادت في القنوات المرارية راحت الصفرة عالية فعلت الانزيمات معاها. ضربت خلال كبت فعلت الانزيمات. فده اللي خليها كانت ده الكلام ده انا بقوله منواقع تمام? واضحة? ده بالنسبة للار ريشيو اللي احنا حسبناها سوا. لو وضح اللي فات نكتب رقم واحد. طب انا جاني تحليل دلوقتي لقيت الاي اس تي والالتي عايز اقيم وظيف كبت. لقيتهم اقل من اتنين في يعني لو تمانية وتلاتين في الاي اس تي? لقيتها مسلا اه معدتش الستة وتمانين معدتش الضعف. اعمل ايه? في ده عند الفيزيشن. ووقف اي هبات لو الواحد بياخد مسلا انتي ابليبتك دراج نوقفها بياخد برس دامول نوقفه. لو هو الو نشوف لو فيه اي نعمله تحليل فيروسات ونشوف لو هو عنده فاتي ليفر بالصنار. تمام? بعد كده ملقناش حاجة الدموية. لان الصفايح لو وقعها معناها ان فيه كرونيك ليفر ديزيز. تمام? ونشوف الاي اس تي والالتي والالكالاينفوسفاتيز والتوتال باللوروبن والالبيومن والبروترومبن تايم وآي النوار. نشوف اللي هما الالبيومن والبروترومبن تايم. تمام? لان البروترومبن تايم لو واعي يبقى فيه كرونيك ليفر ديزيز. ملقناش حاجة. هنشوف الهيباطيتس بي سيرفاس انتجن. نشوف هل عنده كرونيك فيروس بي. او الكور انتباضي يعني فيروس بي لسه داخل عنده. او السيرفاس انتباضي. او الاتشي سي في انتباضي. يعني منتأكد هل في فيروس بي عدوة جديدة او عدوة مستمرة او عدوة شغالة او في عدوة فيروس سي. تمام? ولو في حاجة في دولة بوزيتف نتأكد بالبي سي ار. تمام? لو حاجة في دولة بوزيتف نعمل بي سي ار اف بوزيتف تمام? ملقناش حاجة ندخل على الايرن بانل هنشوف في ايه? في حاجة زي الهيمو كروماتوزيس او ميتابوليزم ومشكلة في الايرن. ونعمل صنار. ملقناش حاجة في ده كله? خلاص. استنى تلات لستة شهور. وعيد التحليل بتاع الليفر كيمستري. نستنى لتلات لستة شهور. ونعيد التحليل بتاع الليفر كيمستري. طب ممكن يبقى حاجة تانية. لا. مفيش حاجة تانية ان شاء الله. ليس ليه? لان الايريفيشن ده بتاع الانزيمات ما يشككناش في حاجة تانية. انا مش هشك في فيروس ايه? ولا في السيتومجالو فيروس. ولا الولسون ديزيس. تمام? طيب. لو لقيتهم برزيستنت الاليفيتت بعد تلات شهور. معلش هاتطر يا اسف ان ان انا شك في حاجات. ما كنتش هشك فيها بالمستوى ده. او بالليفل بتاع الاليفيشن ده. هروح اسحب تحليل اسمه الانتيو نيوكلر انتيو بادي. لان انا شاكك هنا في اوتو اميون هيباطايتس لسه في البداية. او الانتيو سموس ماصر انتيو بادي. تمام? ده بتاع الويلسون. تمام? او او السيرو بلازمين. عفوا اللي اسمه الانتيو سموس ماصر انتيو بادي اوتو اميون. انما السيرو بلازمين هو الخاص بويلسون ديزيس. الالفا وان انتي تريبسن فينو طايب. تمام? لو لقيت الكلام ده نورمل. كل ده نورمل. ما فيش حل غير نعمل ايه? اوجهه للكلينيشن. عشان يسحب عينة من الكابد ليفر بايوبسي. لا ان الكلام ده كله هي نهاية المطاف. ده بالنسبة للبوردر لاين. واحنا بنقول انواع الاليفيشن والتحاليل اللي تتعمل هنركز على الاختلاف. عشان نقعرف نوجه المريض على طول بعد كده او نقيم التحليل على طول ونقول ايه اللي يتعامل. تمام? وهقول ايه برضو. طب لو بقى من اتنين لخمس اضعاف. همشي زي ما انا ماشي في الاول. اوقف الكهول. هيبات توكسك ميديكيشن. هشوف لو فيه فاتي ليفر او فيرل هيباتايتس. واعمل كل التحاليل. واشك في فيروس بيو سي. ملقيتهم واعمل بي سي ار لو هما بوزيتف. لو ما فيش الكلام ده هشوف الايرن بانل. تمام? واعمل صنار. لو نيجاتف هستنى ثلاث شهور واكرر ليفر كيميستري. لو برضو لسه الاليفيشن موجود. هشك في الاوتوميون هيباتايتس واعمل الانتي نيوكلر انتي بادي. والانتي سموس ماصل انتي بادي. والجاما جلوبيلين والسيروبلازمين هشك فولسون ديزيز وهكزا. ده بالنسبة للمائل دياليفيشن. زي وزي ايه? زي البوردر لايت. ندخل بقى على ايه? على المودرة الليفيشن. المودرة الليفيشن بقى هبدأ اشك هنا في الاكيوت ليفر فيلير والاكيوت هيبوطايتس. هستروفيزيكال ايجزامنيشن زي ما انت ماشي وتوقف اي هيبات توكسك ميديكيشن بس تبدأ تقيم لو في ايه ساينس اوف اكيوت ليفر فيلير. زي ايه الساينس بتاعت الاكيوت ليفر فيلير? انك تلاقي الشخص متوه. تلاقيه دستيربت كونشوسنس لايفل. تلاقي عنده عرض غيبوبة كبداية. تلاقي عنده البروتروم بين طايم ضارف فيه خالص. سيولة الدم رهيبة. فيه فشل في التجلط بتاع الدم. تمام? لو مودرة يعني لو الانزايمس عالية من خمسة لخمسة مال اتش ساينس اوف ليفر سي الفيلير. اروح اسحب صورة دم واشوف الصفايح واشوف كاملة. وابدأ لأول مرة اشك في الاتش اي في. اللي هو فيروس اي. فيروس اي. لان فيروس اي بيسبب فقط اكيوت هيباطايتس. وقد يؤدي لأكيوت ليفر فيلير. دي النقطة اللي ابدأ اشك فيها في هيباطايتس اي. ما هشكش في هيباطايتس اي في الميلد ايليفيشن ولا البوردر لاين ايليفيشن. هشك في هيباطايتس اي من اول المودرة. فهعمل الاي جي ام او الاي جي جي. تمام? ملقتش برضو هبقى شكك في فيروس بي او سي لان بي او سي زي ما بيعملو كورانيك ليفر ديزيز بيعملو اكيوت. تمام? بعد كده ملقتش حاجة هشك برضو في هيمو كروماتوزيس. هعمل ايرن بانل ايرن استاضي يعني. اللي هو ايه? اللي هو ايه? اه بايندين كبستي والكلام من ده. والسيرو بلازمين هشك في الويلسون وهشك في الاوتو اميون هيباطايتس. تمام? واعمل سونار. لو لقيت علامات الاكيوت ليفر فيلير يا داكاترا يبقى لازم ارجنت تكون سلطيشا من هيباتولوجست. واعملو ريفيرل عشان يعمل ليفر يعني ده فشل ما فيش حل غير الزرع. طب لو كل اللي فات ده مفيش حل غير البيوبسي. بس بيوبسي امتا? بيوبسي لو هو ميديكال ستيبل لان واحد بالشكل ده من الاليفيشن عنده مودرة في الاسي والالتي نادرا يا تبقى حالته ستيبل وينفع ناخد منه بيوبسي. ليه? لان شخص زي ده بيبقى عنده مشكلة في التجلط. الالتي اه عفوا بتبقى واقعة. وبيبقى قوي. فلو دخلنا ابرة في البطن واخدنا بيوبسي ممكن الشخص ده من شكة الابرة يفضل ينزف في بطنه لحد ما يحصل له شك. تمام? ده بالنسبة للمودرة اللي هو بيبقى اكتر من خمستاشر ضعف. هنشك في نفس اللي شكينا فيه في المودرة في الساينس اوف ليفر فيلير. تمام? وندخل على طول نعمل ليفر كيمستير وسور الدم ونبص على فيروس ايه? وبعد كده ملقناش حاجة نخش على فيروس بيو لان دولة ما بيعملوش الا اكيوت هباطايتس. ومنه على طول على الاكيوت ليفر فيلير. الهيرب السيمبليكس فيروس والابشتاين بار فيروس والسايتوميجالو فيروس. نبدأ نشك فيهم لو جلنا شخص بالانزيمات بتاعته اعلى من خمستاشر ضعف. على طول نعمل فيروس ايه و بيه و سيه وندخل على طول على الفيروسات دي. ما نشكش في حاجة تانية. طبعا بعد ونشوف لو فيه وبعد كده على طول ما نشكش نعمل لا هنشك برضو في السيرو بلازمين ونشك في الاوتوامين هباطايتس. تمام? ونشك في وبعد كده نعمل لان ممكن في الحالة دي برضو هنبدأ نشك في الدرج بتبدأ رحلتها من اول تمام? يعني واحد واخد بارس تامول. واحد زي الشاب اللي جئي المستشفى وكان توفى لانه كان بياخد الدباكين. الدباكين تقريبا في الولد ده كان كان مكتوب ما كانش بيتابع بيعملش فيه كل فترة. جيب اكيوت هباطايتس وكان فالمينيتنج. وكان الالتي مؤلفة. الولد دخل في رهيباتك انسفالو بس يفضل يجاز بالحد ما ضايت. قبل ما يضايب بفضل شوية كده كنت انا في الرعاية واقف. بحكم ان انا كلينك الفورمس كنت جانب الحالة فمسكت الهيستوري بتاعه بصيت في العلاج. قلت المرافقين ورهوني بصيت كده دي باكين في نتوين. قلت لهم تعالوا. فتحت لهم البنفلت. قلت لهم يا جماعة كان ما قالوا يا دكتور احنا ما نعرفش واول مرة ناخد بنا من الكلام قلت لهم مكتوب يوصل بعمل تحليل وظايف كبت كل شوية. تمام? ليه? لان الفينتوين بيعمل ليفر انجري. تمام? هما ما عملوش تحليل. فالانزيم زي عالية. بتدي زي كده. عالية مرة واثنين وثلاثة لحد ما دخل في اكيوت هباطايتس او اكيوت بعد كده نعمل على البطن. دوبلر ليه? لان ممكن يبقى فيه انسداد او جلطة في الوريد الباب يعمل يسمى بشوك ليفر. الكبت يدخل في شوك من نقص الدم. تمام? ونشوف آآ الليفل بتاعه لان في الجسم عشان لو فيه اي دليل او ان الشخص واخد اسيتاماينو فيه. تمام? لو في بتاعة لاكيوت ليفر فيلير يبقى لازم نعمل لحد متخصص ونزرع. لو كل الفادة نيجاتيف مفيش حل غير البيوبسي. لو الشخص ميديكال ستيبل برضو. لان البيوبسي لها اجراءات معينة. وقالف بقى انك تاخد بيوبسي من الليفر لازم تشوف البروثرون بين ان واحد يكون خده اه اه او في اسكاميا جلطة في الكابت او في الوريد البابي او تمام? مفيش الكلام ده ندخل بعد كده نمشي النظام زي ما هو هنبدأ نشك في فيروس ايه? تمام? او بي او سي. بعد كده الهيرب السيمبليكس فيروس وليبشتان بار فيروس والسي امي في والويلسون عن طريق تحليل السيروبلازمين والاوتو اميون هي بطايتس عن طريق الاي اني اي انتي نيوكرا الانتي بادي والاي انتي سموس ماصر الانتي بادي. ونعمل سيرام دراك بانل. تمام? ونعمل دوبلر. تمام? ونشوف زي اللي فات. بس الفكرة ان احنا اختلاف الماسف عن آآ ان احنا هنعمل السيسمنت كاملة للانجيشن والاسكيميا. لو في بتاعت الاكيوت ليفر فيلير قلنا برضو كونسلتيشن ونزرع. لو الكلام اللي فات دو كله نيجاتيف يبو ما فيش حل غير البيوبسي لو الشخص ستيبل. تمام? الكلام اللي فات واضح. هل في اي استفسار واضح ومفهوم الكلام? لو اللي فات واضح بدرجة مية في المية نكتب رقم واحد. لو في اي استفسار نكتب رقم اتنين ونسأل. طيب ناخد بريك عشر دقائيه ونرجع نكمل. كده خلصنا الانزايمز او اللي هي الالانين او الاسبورتي ترانس امينيز. ندخل بعد كده على الالكاليوم فوسفاتيز. وهناخد ازباع ارتفاع او الابنورمال من الالكاليوم فوسفاتيز. سواء كان السبب هيباتو بيلياري او نون هيباتيك. ليه قلت هيباتو بيلياري موقلتش هيباتيك بس? لاني الالكاليوم فوسفاتيز رليتد قوي بالبيل تراكتز او البيلياري تراكتز. وبيعبر عن الحالة العامة بتاعت البلياري تراكتز. يعني ان الاخر كأنه ضابط مرور لفل بتاعه بيعلى لو حصل في واول سبب من ارتفاعه في بيكون سواء كان يعني حصوات في المرارة نزدت من المرارة وسادت القناة المرية وهي نزلة او وده بنشير اليه تحت مسمى اللي هو جوندس بيبقى المريض عنده جوندس فبنسميها نوعها ايه لو بسبب حصوة بنسميها تمام او زي الفاشيولة او زي الديدان بتاعت اللي هي زي الشيستيزومة الشيستيزومة هيماتوبيم او منسوناي اللي هي اه الهيماتوبيم اللي هي بتاعت اه البنهارسيا تمام بتعمل بردو انسدات دي في القناة المرية او الدكتوبنية دكتوبنية دي الواحد بيتولد عنده اه مقص في عدد القناة المرية الايدز كولانجيوباثي كولستاتيك ليفر ديزيز زي برايماري بيلياري سيروزيز او برايماري سكولوروزين كولانجايتس ميديكيشن دراج اندوز دي ليفر انجري انفلتريتيف ديزيز اوف ليفر زي الساركايد ساركيدوزيز او جرانيلوموتس هباطايتس او تيبركيلوزيز او اميلويد او متاستاتيك كنسر او لينفومة او هباتيك ابسيس او هباتي سيروزيز او فيرل هباطايتس او سيروزيز او فانيشينج بايل داكتو سندروم متلازمة اختفاء القناة المررية سيروزيز ساركيدوزيز الكهوليك ليفر ديزيز وهكزا تيبي ان الالو جرافت ريجيكشن الالكهوليك هباطايتس استيكل سيل ليفر ديزيز سيبسيز كونجستف هارتفيلير وهكزا كل دي اسباب محتملة تمام انهيبات الكوز بقى احنا انا هقول الاسباب وهقول الابروتش ازاي اتعامل مع تحليل زي ده لما نحط الكلام ده في دماغنا هنعرف نوجه مريض لما نشوف تحليل او على اهل ان نعرف نتكلم وناخد ندي مع فزيشن لما لاقي تحليل غريبة معمولة للحالة انا اعرف الدنيا ماشية ازاي واعرف الحالة هتمشي ازاي والبلان ماشية ازاي مثال صغير كان فيه حالة سنها كبير جدا والانزام زي قوي ميا كان عندها تلايف فالحالة جاية اكيوت اون توب اوف كرونيك او كان فيه مفيش فيروس ولا بي مش عارفين السبب شكوا ان هو الست عندها سبعين سانة طب يا جماعة ماش اوتو اميون انا رحت اخدت يسري واحدة واحدة لحد ما اكتشفت ان الستاتين ثرابي هي السبب قالوا اذا عامل قلبي مفتوح وبتاخد علاج عدت اسألوا لترون بتاخد حاجة للدهون قالوا يعني عدت قولوهم مساميات تجارية طب ابعتوا لي اسم العلاج والروني العلبة والروني مش عارف ايه والحالة كانت جاية من محافظة تانية فقلت لهم ابعتوا لي صورة الدوة على الواتساب فطلع طلع ومفروض اني لما نديها المريض نعمل آآ كل تلات شهور او كل ست شهور مش فاكر بالزبط بس المهم ان احنا نتابع نعمل وفي الوقاب كل شوية تمام فاهو حاجة زي كده نفسه بتاع تحليل خلاني عرفت آآ احطي ايدي على واوصل معي ان من قبلي او من قبلي خدوا وما اخدوش بالهم الملحوظة زي كده تمام النان هيباتيك كوزيس البون ديزيس والقشتو ماليشيا وباجد ديزيس هايبر بارثيروديزم هايبر بارثيروديزم بريغنانسي كرونيك رينال فيلير لينفوما اكستر هيباتيك ماليجنانسي يكون عامل كومبريشن على القنوات المررية فيسدها كونجيستف هارت فيلير شايلدهود جروث انفكشن انفلاميشن الانفلاكس بتاع الالكالينفوس فاتيز بعد الفاتيميل يعني يحصل ايه آآ الالكالينفوس فاتيز يزيد بعد ما الواحد ياكل الفاتيميل البلات جروب فاصيلة الدم او و بي بيوب وعندهم الالكالينفوس فاتيز بيعلى تيروتونايتس دايبيت اسم اللي تصري جاسترك ألسر انكليزينج ايج سبيشيال ويمن اللي هو الكبر في السن طيب لما اجي اعمل ايفالويشن للالكالينفوس فاتيز اعمل ايفالويشن لما يكون الالكالينفوس فاتيز عالي البلوروب والترانسا امينيزس نورمال وهامل ايفالويشن لما يكون الترانسا امينيزس الالكالينفوس فاتيز عالي ومعها الترانسا امينيزس الولبلوروب والة او من الشرط يكون الاتنين مع بعض مع واحدة منهم او الاتنين طيب لما يكون البلوروب نورمال والutralينفوس فاتيز هو اللي عالي هنعمل هستريетров الفيزيكا. تمام? ناخد ونعمل للاليفيشن بتاع الالكالينفوسفاتيز بالجاما جلوتوميل ترانس فريز. ليه? عشان نتأكد ان ارتفاع الالكالينفوسفاتيز هنا بسبب لو الجاما جلوتوميل ترانس فريز يبقى احنا نشوف يعني نشوف سبب تاني بعين عن الكابت. انما لو لاينا ابنورمل يبقى تأكدنا ان السبب هنا هيباتك. يبقى نروح نعمل ايه? يعني من الاخر صنارة على الجزء الربع العلوي من البطن على اليمين اللي هو ايه? اللي هو صنارة على الكابت. ونشوف لو الشخص بياخد ونشوف لو الكلام اللي فات ده كله ولقينا الالكالينفوسفاتيز اعلى من الاتنين لازم ناخد عينة من الليفر. انما لو الكلام اللي فات والالكالينفوسفاتيز معداش الاتنين في الالكالينفوسفاتيز نشوف ايه? نشوف هل هنا والقنوات المرية? ولا لا? بالصنار. لانها يعني اه منبسطة والحجم بتاعها كبير شوية. نعمل منزار قنوات مررية او رانينة على القنوات المررية. نعمل اللي هو اللي هو منزار قنوات مررية او طيب لو لقينا الاي ام ايه? ده اوتو اميون ماركر عالي يبقى انا كده ان ممكن يبقى فيه او تمام? لو كل اللي فات ولقينا الكلام فوسفاتيز عالي. حتى بعد ست شهور يبقى لازم ناخد تمام? ده بالنسبة لمعية على الوحدة. انما لو علهم معاهم او لو علهم معاهم البيلوروبن ومعاهم او لا يعني سواء الاتنين مع الكلام فوسفاتيز او لا يبقى احنا هنعمل اول حاجة ولازم نعمل صنار. لو عملنا صنار ممكن نلاقي تلايف كابلي. في حالة التلايف الكابلي التلاتة بيقولوا مع بعض. انزيمات والكلام فوسفاتيز وبالوروبن وهكذا. لو لقينا نعمل منزار قنوات مررية. لو مش نعمل عشان ممكن يبقى تمام? لو لقينا تحليل يبقى ده او براي ماري اسكدولوجين كولانجايتس يعني كوليستاتيك ليفر ديزيز. ما هو الكلام فوسفاتيز لما يعلى بشك في الكوليستاتيك ليفر ديزيز. لو لقيت الاي ام اي نيجاتيف اللي قلت اوميون ماركر ده نيجاتيف مفيش حاجة. ولقيت الكلام فوسفاتيز اعلى من اتنين او نعمل بايوبسي او منزار اه او رانين قنوات مررية. لو الكلام فوسفاتيز معداشه الضعفين. نعمل ايه? يعني نحوله على حد هيباته الليجست. لو لسه عالي الكلام اللي فده كولي نيجاتيف وقعت ستة شروع عالي برضو يبقى لازم نعمل بايوبسي. تمام? طيب ايه فايدة الصنار هنا? ليه لازم يتعامل? قال لك لا الصنار بيتعامل عشان لما تلاقي الكلام فوسفاتيز عالي. لو لقيته الصنار نورمال يبقى انت لازم تعمل لانت رهيبات تحطه في الاعتبار. زي ايه? زي ازاي? يعني لو لقيته الصنار النورمال يبقى ما فيش تلاقيه في كبد. يبقى المشكلة بعيدة عن الخلايا. يبقى المشكلة هنا في ممكن قنوات مرية او بسبب دواء. طب لو لقيت الالكلام فوسفاتيز عالي لازم تتأكد من الارتفاع بتاعه ان السبب هنا هيباتك مش نان هيباتك بالجاما جلوتوميال ترانسفريز. طيب طب حد بيقول لي طيب طب احنا يا دكتور ما نعمل الجاما جلوتوميال ترانسفريز على طول اقول لك لا. لان الجاما جلوتوميال ترانسفريز ده مش سبيسيفيك لايك اوف سبيسيفيسيتي للليفر ديزيز. عشان كده مش بستعمله كسكريننج تست للليفر ديزيزز. تمام? مش بعمله كسكريننج. انا بعمله ككمفرماتري. تمام? وضحت? لو الالكلام فوسفاتيز وضحت نكتب واحد. لو في حاجة مش واضحة نكتب اتنين ونسأل سؤالنا عشان ندخل على البيلروبين طيب. البيلروبين فيه الفيشن للان كونجيو جيتد بيلروبين اللي هي ايه? ان دايركت. وفي الكونجيو جيت اللي هي الديريكت تمام وفي اه التوتل اللي هما الاتنين ويكون مصتلي الانكونجيو جيت ويكون البرودومانت هو الانكونجيو جيت او يكون التوتل هي اللي عالية والبرودومانت كونجيو جيت تمام هناخد في الاول الانكونجيو جيت ممكن تعلق بسبب حاجة اسمها او او طبعا كلنا عارفين حوار او او حضرت هيماتومة كبيرة والجسمة يعني عمل اعادة استخدام لها ويقصر كرات الدم اللي فيها فتزيد او او الهايبرثيروديزم او بعض الميديكيشن او بعض البلوت ترانس فيوجن تمام ده بالنسبة للايه للانكونجيو جيت انما الكونجيو جيت هاي كل الاسباب اللي بتسبب امراض الكابت انسلاف قناة المرية حصوات ماليجنانت البايلدوكت فلوكس اللي هي باروسويتس بايلدوكت ستريكشن كل الحاجات اللي بتسبب ارتفاع في الالكلاين فوسفاتيز هي هي الاسباب اللي بتسبب ارتفاع الكونجيو جيت هيبر بيلوروبينيميا يعني مشاكل فيرل هيباطايتس اكيوت هيباطايتس توكسيك هيباطايتس تيوبركيلوسيس متاستاتيك كانسر لينفوما اسكيميك هيباطايتس انسدادات في القنوات المرية او في الاوعية الدموية تمام كل الكلام ده تمام نفس الكلام بتاع الالكلاين فوسفاتيز مصطلق بتاع الهايبر بيلوروبينيميا ليه لان الكونجيو جيت او الديريكت بيلوروبين لما ترتفع ده معناه ان ايه ان هي حصل لها في الليفر وجاية تتصرف عن طريق القنوات المرية كأنها في حنفية معنى انها تعلى معنى كده ان الحنفية تسدد يبقى انسداد في القنوات المرية فبيعلى الكلام فوسفاتيز وتعلى تمام فده بنعم او هي هيا تمام طيب انا عندي في الارتفاع في التحليل ببص للتوتل طب مين في التوتل العالي الدايركت ولا الاندايركت اللي هو يعني الانكونجيو جيت اللي هي الاندايركت والكونجيو جيت اللي هي الدايركت فلما التوتل تعلى ويكون آآ الموصد للارتفاع هو بسبب الانداريكت الانكونجيوجيتد هاخد ونعمل ونشوف الانزايمز والالكالاين فوسفاتيز تمام ونبص على الميديكيشن ونشوف لو فيه هيموليسز لان دي انكونجيوجيتد تمام او نشوف لو فيه جيلبلت سندروم تمام اهو جيلبلت سندروم او هيموليسز تمام اللي هو آآ انترافاسكولر او اكسرافاسكولر هيموليسز تمام طب لو لسه والكلام اللي فهده كله ومش معروف السبب لازم نعمل حاجة اسمها تمام لو انيكسبليند والمريض حالته بتسوق يبقى لازم نعمل ايه بايوبسي تمام طب لو بضروب عالية بس سبب الارتفاع اللي هي الكونجيوجيتد تمام يبقى انا هبص في كل اللي هي سبب ارتفاع الالكالاين فوسفاتيز هسترو فيزيكال اجزاميناشن اشوف الانزايمز والالكالاين فوسفاتيز ونبص على الميديكيشنز وبشوف اللي هي الاتيوليجيز الواضحة زي السيبسز والتيبين والسروزس والبيلير زي كده ادي كل الاول كم سبب لحد دي اسباب دي اسباب واضحة كمان السروزس تلايف وكل الاسباب دي تؤدي الى التلايف برضو تمام بعد كده نعمل صنار لقينا نعمل منزل منزل قنوات مرارية او رانين على القنوات المرارية لو ما فيش يبقى معنا كده ان في مشكلة في القنوات المرارية نعمل اللي هما بتوع بيحصل زي تلايف في القنوات المرارية فتنسد فتعلي التوتال بالروبن مينلي كونجيوجيتد وهي على برضو الالكالانفوسفاتيز طب لو الاليفيشن هنا بالرغم ان كل الكلام ده ما ببينش حاجة والمريض سيمتوماتيك وحالته بتسوق مع الوقت اعمل بايوبسي تمام واضح اللي فات واضح الكلام طيب لما تعلى التوتال بالروبن لازم احط في دماغ نعمل لها يعني اميزها وعشان اعرف مين فيهم اللي عالي لاني التوتال بالروبن ده المحصلة الناهية ده حاصل الجامعة لاتنين فانا لازم اشوف من السبب الارتفاع بتاع التوتال هل اللي هو السبب ولا عشان كل واحدة فيهم لها سبب مختلف لو الكونJited بالروبن عالية ده بيبقى السبب او تمام? يعني لو لو تfta بالولوبن اللي عالية يعني معناه 기ده فيه يعني معناها السبب وبسط هباتك. هباتيك. بسط هباتك. اللي هذا الان لو عاليت معناها ان السبب هنا تمام يا دكتور? تمام يا دكاترة? طيب. واضح الكلام اللي فات? لو واضح نكتب واحد. طيب ندخل بعد كده على يعني ايه? يعني الخطوات اللي تمشي عليها عشان تعرف تقيم حالة واحد بناءة على التحليل. اكتر مرض بيعتمد اعتماد كله على التحليل هو مرض الكبت. قبل ما تعمل للأبنورمال ليفر كيمستير وتبص في التحليل لازم تعيد على اقل التحليل مرة. تمام? او تعمل تحليل تأكيدي. يعني يتعيد التحليل بتاعك يتعمل تحليل تأكيدي. زي ايه التحليل تأكيدي? اسمه كلارافاينج تست. زي مسلا لديه الكلام فوسفاتيز عالي. يتعيده? يتعمل تست يأكده. اللي هو الجي جي تي الجاما جلوتاميل ترانسفريز. عشان تتأكد هل فعلا القرام فوسفاتيز عالي بسبب مشكلة في الليفر? وهل الليفر كيمستري فعلا ابنورمال? ولا دي صدفة? طيب. هناخد ديزيز ديزيز ونشوف بتاعه. لو انا شاكك في فيبطاية السي. نعمل ايه? نعمل الانتيباطي. ونأكد بعد كده بي سي ار. تمام? ده اول الحاجة. طيب. انت شاكك في بطاية السي عملت التحليل. ايه بقى اللي هيخليك تشك? مش من دماغك. ان يبقى فيه 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 اللي هو الابرة الصينية والتاتوهات والوشم. تمام? والناس اللي تولدت ما بين خمسة واربعين لخمسة وستين. وده جاي سؤال في امتحان البورد. ده جاني انا شخصيا. تمام? انت طبعا بتعمل الانتيباطي وتأكد بالبسي ار. طب فيروس بي. انت بتعمل تمام? هو لو عايز تعمل الاكيوت فيروس بي بقى بتعمل والاي جي ام والكور انتيباطي. تمام? اه عشان نفهم فيروس بي انا كنت ننزل فيديو هنزله ممكن تاني. اللي هو اه ازاي تفرق اه اه بتاعت اه اللي هي الماركرز بتاعت فيروس بي. اللي هو والكور انتيجن والانفلوب انتيجن والسيرفاس انتيباطي والانفلوب انتيباطي والكور انتيباطي. كل واحد معناه ايه? طيب انا هعمل التحاليل دي الواحد عشان نشوف عنده فيروس بي او لا. اللي يخلينا شك انه ممكن يكون الكبد عنده او الانزيمات عالية بسبب فيروس بي. ان يكون موجود في مكان مكان يكون في اه او العدد بتاع الناس اكتر ما اتنين في المية عندهم سيرفاس انتيجن بوزيتف. يعني عندهم فيروس بي. الناس اللي هما اه هو هاف سكس وزمين. الشواز. تمام? الناس اللي هما استعملوا اه انجيكشن دراج. يعني بياخدوا مدمنين مخدرات عن طريق الحقن. الناس اللي عندهم اتش اي في. الحوامل. البيجنانت ويمين. الفاميلي ميمبرز. يعني واحد عنده فيروس بيه ويكون واحد من عيلته. فده اقرب الى الشك انه يكونوا جالوا فيروس بيه. المحيطين بيه. الزوج او الزوجة. طيب لما اجي اعمل تستنج الفيروس ايه? بعمل تمام? لما يجينا شخص باكيوت هباطايتس. وطبعا بيكون ده فيك الاورال اكسبوجر. تمام? الايه ما بيعملش غير اكيوت. طب اللي هو هباطايتس ايه. ده بيعمل اكيوت هباطايتس. وبيبقى الناس اه اللي موجودين في فيها فيروس ايه. يكون الشخص كان عنده فيروس كابدي تاني فييجي فيروس ايه يدخل معاه. فيروس ايه ما بيجيش لوحده. يعني يكون الشخص كان عنده فيروس ايه او بي او سي. اه تمام? ويجي له فيروس ايه. تمام? وهشك في فيروس ايه امتى? لو انا ليت الشخص اكيوت هباطايتس وعملت فيروس ايه وبي وسيه ولييتهم نيجاتف اروح مثلا اعمل تحليل فيروس ايه. اوكي? طيب. لو عايز اعمل سكريننج اننا الكوهوليك فاتي ليبر. اشك مثلا ليت في الصنارة عليها اللي واحد جالك بتحليل وزايف كبد في الصيضلية مسلا. او بسيت على ليبر كيمستري. تشك في النفلد من الكوهوليك فاتي ليبر لو ليت الباضي ماس اندكس بتاعته عادية. وفيه فيتشارز اوف متابوليك سندروم يعني عنديابيتك اوفر ويت هايبر ليبيديميا عنده هايبر تنشان. تمام? تشك في الكوهوليك لو هو بياخد اكتر من مئة واربعين جرام برويك ده للوين? ما للوين? واكتر من مئتين وعشرة جرام برويك لل اه للمين للرجالة اللي هما بياخدوكو حلاته. طب اعمل تست امتى للهيمو كروماتوزيس? لما تكون الليفر كيمستري ابنورمل والشخص ما عندوش اكيوت هباطايتس. يكون جايلك بو كرونيك. تمام? فهعمل تحليل والترانسفرين ساتيوريشن والسيرون في الريتين. تمام? اعمل تستنج للأوتو اميون هباطايتس. يعني ده ده البن اللي نفسها او الطريقة اللي بيمشي بيها الفيزيشن. لو لقيت الايه سيتي والايه اللي تي ابنورمل? ويكون الشخص مسلا عندو ازر اوتو اميون كنديشن. تمام? فده اقرب الى الشك ان هو عنده اوتو اميون هباطايتس. وبعمل الوتو اميون ماركر اللي هو الانتي نيوكلر انتباضي والانتي سموس ماصل انتباضي والجولوبيون الليفل. تمام? طب امتى اشك في ويلسون ديزيز? طبعا الايه السيتي والايه اللي تيها لهم عالين? ويكون الشخص سنه اقال من خمس وخمسين سنة? في الحالة دي اعمل سكريننج الويلسون عن طريق السيروم سيرو بلازمين تست. تمام? لو السيرو بلازمين قليل بعمل كنفرماتري تست باربع وعشرين اوار يوريناري الكبر كليكشن. تمام? بازم الكبر اللي هو النحاس في البول. طيب امتى اعمل سكريننج للالفا وان انتي تريبسين? عشان اقول الشخص ده عنده الفا وان انتي تريبسين ديفشنسي. لو العالين تمام? فبعمل لو ليت حاجات كتير زي ما قلنا في البانل بتاعة تمام? بتاعة الايه السيتي والايه طيب هشكي امتى في لازم اسأل المريض هل هو كان اخد او اخد اي اعشاب من قنويات مصابة مسلا او اخد دياتري او ممكن دي تعمل لتاعة الهيربال عالية او تكون عالية مع الكلام فوسفاتيز. يبقى في الحالة دي نعمل ايه? عن طريق الاي ام ايه اللي هو الانتي ميتو كونجريا الانتي باضي. طيب اعمل سكريننج امتى للبرايمر سكلوروزن كولانجايتس نفس الشكل. لو الكلام فوسفاتيز عالي مع البيلوروبن او لوحده. في الحالة دي بانها عمل سكريننج للبرايمر سكلوروزن كولانجايتس عن طريق اه اللي هو القنوات المرارية او منظار قنوات مرارية مع تمام? طيب. اللابراتيج بانيل هنا خلاصة كده قال لك الناس لما يكون الاي والاي اقل من خمسة قبر لميت اوف نورمل ومن خمسة لخمستاشر. يعني قيمة عالة من عشر تلاف. جايبها لك لممها لك. تلات ليفلات بس. لو اقل من خمسة عبر لميت اوف نورمل شك في فيروس بي او سي او الكهوليك فاتي ليفر او نانع الكهوليك فاتي ليفر. تمام? او هيمو كروماتوزيس او ويلسون او 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 الفا او انه اخد دراج. تمام? ايه? ده اول شك الفايروس ايه? وبي وسيه? وشوف كل اللي تسبب ارتفاع للاي اي سي تي والتي اقل من خمسة قبر لميت اوف نورمل. قد تسبب ارتفاع من خمسة لخمستاشر ضعف. يعني الاسباب دي قد تسبب الاسباب دي. تمام? الاسباب بتاعته اللي لا. الاقل من خمسة قد تسبب الاسباب اه تسبب بتاع من خمسة لخمستاشر ابر لميت اوف نورمل. طب لو اعلى من عشر تلاف الاسيتا ماينوفين توكسيسيتي او شوك ليفر اللي هو السداد في البرتالفين او طب الليفر بيوبسي الليفر بيوبسي بنعملها لو السيروليجي والامجينج فشلوا ان هم يوصلوا لتشخيص يعني لو التحليل والاشعة فشلت في التشخيص او اننا نعمل تمام بس مش عارفة وصل لهم بالتحليل واشعة اعمل تمام واضح كل الكلام اللي فات في اي سؤال تمام لو في اي سؤال نكتب اتنين ونسأل سؤالنا لو ما فيش اي سؤال نكتب على من زيرو المية في المية مدى استيعابنا للمحاضرة العافية دكتور خمسة وتسعين ليه كنا عايزينها مية في المية خمسة وتسعين دي ما تدخلناش بطري العافية دكتور العافية انا كنت نزلت على الجروب اكتر من يا دكتور عايز تقييمها تمام ونكتب في الكومنتات آآ التقييم وانا هبدخل على راجعة معكم تمام نلتقي ان شاء الله آآ ممكن يوم الاتنين اللي جاي او نزبط يوم سوا لاخر موضوع لان هو آآ موضوع الرينا الكيمستر واليورين انا لسي طول تمام اشتركوا في القناة